اشتركوا في القناة حنتكلم على باتوفيسيولوجي حنتكلم على تعالوا أول أمر في الديفنيشن بس عشان نسهله خلونا نفهم الوضع وبعدين نطرح الديفنيشن في بروتين نسميهم CD55 وCD59 دول نسميهم كومبليمنت كتر يعني كأنهم كتر مقصات يعني إيش لو ما يحصل اكتيفيشن للكمبليمنت الاكتيفيشن ده ممكن يجي على خلايانة فلو ما يجي على خلايانة إذا ما فيش معانا هذه الكتر حيروح يعمل لايسس للخلية سواء RBCs ولا WBC ولا بليتلتس فالكتر ذول مهمين جدا بحيث أنهم يحمون من قضية الاكتيفيشن أوف كومبليمنت طيب هذول الاثنين الكتر هم أساسا متحدين بقضية يسموها الGBI الGBI هو اختصار لقضية الGlycosyl Phosphatodile Installed يسميه GPI الGBI هو Inserted في الRBCs أو في الWBC أو في قضية أو في قضية البليتلتس اللي بيحصل أنه بيحصل ميوتاشن في المايلود ستمسل وبالتالي الميوتاشن بالضبط بيحصل في قضية الميمبريم بروتين اللي هو الGBI هذا العملية لو ما يحصل عملية ميوتاشن حيقتفي عملية الGBI فبالتالي خلاص ما عنفيش دور لقضية CD55 والCD59 فبالتالي حتكون السيلز دي عرضة لأنه يحصل لها لايسس ويحصل ثرومبوزيس وبالتالي يحصل كمان بانسيتوبينية طيب بعد ما فهمنا كده تعالوا نعمل الديفنيشن الآن إذن ما هو الديفنيشن للبروكسس من النكترنية الهوموغلوبينيوريا هو عبارة عن ميوتاشن في المايلويد ستمسل يعني في البون مارو في المايلويد ستمسل في ممبرين نسميه ممبرين بروتين نسميه الGBI هذا الميوتاشن في الGBI حيؤدي إلى أنه يحصل لوس لقضية للكتر اللي هما CD55 عند CD59 اللي هما سميناهم الكمبيلمنت كتر فبالتالي حتتعمل كوزينج هيموليسس وثرومبوزيس وبانسيتوبينية تعالوا نشوف لقضية الباثوفيسيولوجي بالنسبة البروكسيسمة النكترنية الهيمولوبينيوريا أول أمر رح نتفقنا أنه في معنى الكمبيلمنت كتر اللي هما CD55 والCD59 طبعا يسموهم أو يسمو CD55 يسموها عملية DFA داف يسموه اللي هو Decay Accelerating Factor طبعا CD55 بيعمل انهبت للC3 والCD59 بيعمل انهبت للماك فورميشن فبالتالي الاثنين دول مهمتهم أنهم يحموا خلايانا يعملوا مهمين جدا وبدونهم حيحصل لخلايانا طيب الآن كالآتي حصل ميوتايشن في المايلويد استمسل وفي جين في المايلويد يسموه البيجاجين لما يحصل ميوتايشن في قضية البيجاجين حيحصل عملية خلاص حيغيب الجي بي آي فلو الجي بي آي هو انسرتد في الخلايا فبالتالي هو اللي يحمل الـ CD55 ويحمل الـ CD59 فحصل ميوتايشن في البيجاجين فبالتالي اختفى عملية الجي بي آي لو ما اختفى الجي بي آي خلاص ما عد فيش حيحصل لص لقضية الـ CD55 والـ CD59 وبالتالي ذول حيكونوا ارضة انه يحصل لائسس لهذه الخلايا سواء RBC أو WBC أو بلاتلس بالكومبليمت هنا بس حتى تكون الجي بي آي وعليه CD59 لو ما يحصل في الديزيز اللي هو بروكسس من نوكتونيا الهميغلوبينيوريا بيحصل ميوتايشن في الجي بي آي فبالتالي اذا اختفى الجي بي آي اللي هو انسرتد في القلايا خلاص حيصل لص لقضية الـ CD55 والـ CD59 الآن كيف تبدأ القصة تبدأ القصة كالآتي احنا عندما نام عندما دورنج السليبينج بيحصل هايبوفنتيليشن وبالتالي لانه بيحصل هايبوفنتيليشن بيحصل عملية كربون دايكوسايد ريتينشن هذا طبعا الكربون دايكوسايد ريتينشن بيؤدي الى قضية حية بنسميها ميلد أسيدوزيس الميلد أسيدوزيس بتعمل اكتيفايشن لقضية الالترنتف كومليمت باثوي فالشخص ان كان سليم الشخص ده لو كان سليم يعني ما كانش معه دفكت في الجي بي آي خلاص ما فيش اي مشكلة خالص لكن لو كان هذا الشخص عنده دفكت وعنده ميوتيشن في الجي بي آي حيحصل قضية لايسس وبالتالي حيحصل عملية البان سايتوبيين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الدفكت في الجي بي آي حيخلي قضية الكمبيمت دي اتاك البليتلتس فلو ما يحصل اتاك اللي تؤدي الى ستروك او يحصل في قضية في البورتالفين وبالتالي يؤدي الى سندروم شهيرة في هذا الوضع يسموها البض كيري سندروم وممكن يحصل كمان عملية الثرومبوزيس في قضية في الميزينتريك ويسموها ميزينتريك اسكيميك في الانتستين النقطة الثانية المهمة جدا انه ربي سيز لو ما يحصل لها ديستراكشن هيحصل انترافاسكلر فبالتالي في قضية اليورين حينزل هنا قضية الهيموغلوبين وبالتالي من هنا جاءت التسمية الهيموغلوبين يوريا النقطة الثانية المهمة جدا انه هذا الهيموليس انترافاسكلر فبالتالي ممكن يؤدي الى ايان ديفيشنسي انيميا وهذه لا بد تكون في الصورة لانه بيفقد المريض كل يوم يحصل انترافاسكلر هيموليس فبالتالي ممكن تؤدي الى ايان ديفيشنسي انيميا طبعا حقيقة البروكسسما النقطوني الهيموغلوبين يوريا الى حد ما فيه ميسليدنج في الترم بس هو اكتشف في اول ما اكتشف فخلاص تمت التسمية بهذا الشيء لانه بروكسسما معناها اتاك وهنا ليس بالضرورة اتاك لو الدفكت ده موجود حيحصل ديستراكشن في البلايتلس في الدباليو بي سي في الار بي سي نكتورنيل هو اتنايت وهذه الى حد ما ممكن تظل يعني هي اللي ثابتة لانه اتنايت وزي ما قلنا ديورينج الاسليبينج بيحصل عملية هايبو بنتليشن وبيحصل ميلد اسيدوزز هيموغلوبين يوريا بالتأكيد صحيح بتحدث لكن كمان بيحدث معها قضية الدباليو بي سي ديستراكشن وبيحدث قضية قضية البلايتلس ديستراكشن لكن خلاص الناس اول ما اكتشفوه سموه والديزيز لليوم هذا مشهور بقضية البروكسيس من نكتورنيا الهيموغلوبين يوريا النقطة الثانية ككمبليكيشن ممكن تحدث يحدث قضية ممكن رينال فيلير لانه الهيموغلوبين هنا هيصبح فري ولو ما يصبح فري الهيموغلوبين حيروح لقضية التوبيلر وبالتالي حيعمل أكيوت توبيلر نكروزيس النقطة الثانية من ضمن الكمبليكيشن احنا اتفقنا ان الميوتيشن حتحدث في المايلويد في الاستيمسل فبالتالي ممكن يحدث معها أكيوت مايلويد لوكيميا لانه زي ما قلنا الميوتيشن بتكون في الاستيمسل النقطة التي بعدها وهي نقطة مهمة جدا كيف نعمل لابداء احنا اتفقنا ثلاثة ثلاثة واحد 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 الهيموغلوبين الهيماتوكريت كلهم ديكريز فدي أنيميا نروح ننتقل للثلاثة الثانيين الامسي في الامسي اتش الامسي اتش ذو كلهم نورمال فبالتالي نقول نورموس نورمو كروميك نروح نشوف اللي هي الاردي دي بليو حتكون نورمال البلود فيلم حيكون حنشوف زي ما انتم شايفين الاربيسي ديكريز الوبيسي ديكريز البليتليس ديكريز النقطة الثانية أنه الريتكس هنا بالتأكيد حتكون انكريز لأنه في عملية ديستراكشن وبالتالي لابد يكون في محاولة تعويض من البون مارو الأكيد هيبتوغلوبين حيكون ديكريز لأنها انترافاسكولار هيموغلوبين انترافاسكولار سدرينيوريا ممكن اكيد حتكون موجودة برضو النقطة الثانية أنه أكيد هذه بانسيتوبين ديكريز في الاربيسي ديكريز في قضية الوبيسي الكمفرماتري تيست هي حتم كالآتي أنه أول تيست يسموها الهام تيست ما هي الهام تيست الهام تيست أنه بيحصل قضية انكريز في الاربيسي في وجود الاسيدي ما معنىها معنى أنه يحصل لما نجيب البلد ونحطه في أسيدي لو الشخص دا مصاب هيحصل في الالترنتيب باثوي ولو ما يحصل في الالترنتيب باثوي هيحصل لكن التيست دا في الحقيقة ما عد بيستخدمش بشكل كبير شايفين كيف الهاموليسي موجودة الآن طبعا زي ما قلنا ما عد بيستخدمش بشكل كبير بالإضافة إلى أن الكمبيلمن تيست كمان حتطلع لكن التيست اللي بيستخدم الآن واللي هو الكمان تيست اللي هو قضية قياس الـ 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 بالـ بالـ سايتومتري دا مور سبيسيفك ومور سينستف كيف نعمل عملية تريتمينت نعمل تريتمينت أكيد بلد ترانسفيوجن النقطة الثانية أكيد بيستخدموا عملية البريدن زون اللي هي نوع من الستيرويز عشان يقللوا الهيموليسيس ممكن يستخدموا مونوكلون عنتيبادي زي سموه الإكلوزوماب دا بيعمل كومبليمنت انهيبيتر انتوا عارفين السي فايف اي لما يحصلوا كليفج يتحول إلى سي فايف اي و سي فايف بي هما يروح يجيبوا وطبعا السي فايف بي وانس نتكون يتجمع ستة وسبعة وثمانية وتسعة فبالتالي يعمل ميمبرين انه الهيموليسيس والديستركشن النقطة الثانية انه ممكن يستخدموا قضية الهيباريل انه بيحصل عملية ثرومبوزيس النقطة التي بعدها انه بالتأكيد العلاج الحقيقي هو سل ترانسبل هو كنت معكم في مضاف موضوع البروكسيس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته